شوارع خالية من الناس جيوش تنتشر لمنع من يفكر في قضاء بعض الوقت في شارع أو مقهى أو حتى حديقة عامة ليست حرباً عالمية جديدة بين أقطاب العالم وقواه الكبرى بل هي حرب يشنها كائن متناهن في الصغر لا يرى بالعين المجردة ذلك الكائن الذي أثار الرعب وحرك الجيوش بل وأجبر القوة الأولى في العالم على وضع وزير دفاعها ونائبه في الحجر الصحي إنه فيروس كورونا ذلك القاتل الصغير الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم وأصاب ما يقرب من ربع المليون شخص خلال أسابيع قليلة العديد من العواصم والمدن بدت شبه مهجورة مع اتخاذ الحكومات إجراءات قاسية لاحتواء الفيروس بينما تطالب منظمة الصحة العالمية كل الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمواجهة الفيروس الذي يواصل انتشاره بسرعة في أنحاء العالم فيروس كورونا يشكل مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية ويمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي بحسب تصريحات لقادة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى الذين اضطروا لعقد اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مخافة أن يقتحم الفيروس عليهم قاعة الاجتماع قادة مجموعة دول السبع أكدوا على ضرورة تنسيق الجهود للحد من انتشار الفيروس مع الالتزام باستقرار الاقتصاد العالمي برغم التدابير الطارئة التي قد تتطلبها الأزمة الحالية من إغلاق للحدود ووقف للرحلات الجوية اللافت أن الفيروس على الرغم من تراجع انتشاره في الصين التي بدأ منها حربه ضد البشر إلا أنه يسري كالنار في الهشيم في أرجاء العالم لسيما في القارة الأوروبية التي صنفت مؤخرا كمنطقة موبوءة الأمر الذي يصعب معه التكهن بالمدى الزمني لهذا التفشي أو حتى التداعيات الإنسانية والاقتصادية على دول العالم